ما من شك ان مقتل 24 من الضباط والجنود الاسرائيليين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة قبل يومين اثر عاصفة من تساؤلات حول مستقبل مجلس الحرب الاسرائيلية الذي تعكس خلافاته العميقة مدى الفشل السياسي والعسكري المتأرجح بين احباط الشارع الاسرائيلي وتشرذم الطبقة العسكرية وانفلات القرارات والتصريحات من ايقاعها غير المنضبط ولك ان المشهد الاسرائيلي الراهن يعيش ازمة ثقة واستعصاء في توحيد التوجهات السياسية والعسكرية وفي مانشت عريض على ضوء هذه الافرازات المتخبطة يصح القول انه زمن الارتباك والتوتر الاسرائيلي من الحاضر والمستقبل وهكذا اذا ستعيش اسرائيل اليوم على وقع الدم الفلسطينية دون احداث تغير استراتيجي في الوجهة المتعثرة والاهداف المشتتة في حرب دموية مفتوحة بدون جدوى لقد قالتها صحيفة جيروزالين باست صراحة ان الجيش الاسرائيلي لم يعد وسعه تحقيق انجازات على المستوى الاستراتيجي في غزة اكثر مما حقق بالفعل انتهى الاقتباس والحال ان نيتنياهو اصبح الرجل المشكوك فيه وبتصريحاته المخيبة لامال اهالي المحتجزين الاسرائيليين في غزة على ان نيتنياهو عاد وتوعد بمرحلة حرب ثالثة لتقل عن ستة شهور ليبدو الرجل انه تاءه ومتأرجح بين ايجاد غاياته العسكرية ومستقبله السياسي المجهول وعلى المقلب الامريكي الاخر يبدو ان وقت بايد يديق امام تسع نيتنياهو في الحرب ليبدو ان ما يسمى اليوم التالي للحرب مجرد غموض وطلاصم لا تعرف اسرائيل عقباه او كيف سيكون شكله النهائية بينما لا يلاقي الجهد الامريكي في تصور الدولة الفلسطينية القادمة اي اذن صاغي في تل ابيب وذلك بحسب الصحف الامريكية واما نفاذ الوقت الامريكي فقد بدأ يتجلب الفعل باصوات مناهضة لبايدن ما يؤثر بالمحصلة على اصوات الناخبين التي يطمح بها وبالتالي فان مثل هذا الارتباك الامريكي قد يعزز تنامي الاحتجاجات ضد بايدن من جهة وضد نيتنياهو من جهة اخرى قصار القولة فان عجزا اسرائيليا تاما بدأ يعكس صورته على الكنيسة الاسرائيلي وحالة الانقسام والفوضى وفي الوقت نفسه تتزايد الاصوات لعزل نيتنياهو الذي يصفه البعض بان بقاءه بمنصبه هو مقامرة بمستقبل اسرائيل فضلا عن ان خلافات اسرائيل وتعارضها بينها وبين الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي بشأن حل الدولتين سيعمق الازمة الاسرائيلية على المستوى الداخلي والخارجي لقد بدأ ولا يزال يبدو ان تصدع الاسرائيلي السياسي سيكون له بالغ الاثر في اهتزاز الصورة الاسرائيلية السياسية داخليا وخارجيا فالعناوين الموتورة الراهنة في اسرائيل قد تنبئك بشيء عن العناوين المرتبكة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة